السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقطع جديد من لعبة وان بيس باب انت رش والنهذا نتكلم عن موضوع يعني مهم جدا بالنسبة للاعبين كتير وخصوصا اي لعب مبتدئ يعني مش مبتدئ على اللعبة واللي هو ايه اللي هو ازاي اطور اي شخصية لليفل مية طبعا باسرع وقته ممكن بالنسبة لان احنا لما نيجي نتكلم عن النقطة دي انا عايزين اول حاجة نوضحها هي اصلا ايه الطرق او الوسائل اللي انا بطور لها الشخصيات اللي في المية واولا الموضوع ده بيختلف من ايه من صنف لصنف من الشخصيات يعني احنا عارفين ان الشخصيات في اللعبة تلات اصناف اول صنف اللي هو ايه step up step up characters ده كده رقم واحد بعدها تطلع شوية باباونت festival characters او الشخصيات اللي هي باباونت فست تمام اللي تطلع بقى اقصى حاجة بقى اللي هي extreme point of festival characters او اللي هي الشخصيات الاكسترين دي بقى اعلى حاجة دي اقوى حاجة بقى فاحنا عندنا التلات اصناف دولا فكل طريقة تختلف عن التانية يعني لما نيجي عن الشخصيات على الشخصيات اللي سبق فالشخصيات طبعا السبق اسهل ما يمكن وبعد كده باونت فست اللي اصعب شوية وبعد كده بقى الاكسترين طبعا اللي هي ايه اللي هي اصعب حاجة اما بالنسبة لي الطرق اللي نجيبها بيهم فالتلاتة طبعا يعني اول طرقة طبعا عشان نجيب الشخصيات هي ايه هي تفتيح الباكيتجات فتفتيح الباكيتجات بقى هو اللي ممكن نجيب لي اي شخصيات من الشخصيات يعني ممكن نجيب لي الشخصيات الاكستريم زي مثلا اكستريم لوفي هنا تمام؟ تمام؟ يعني مثلا الباكيتجات بتاعة اللي باكيتجات بتاعة الاكستريم الل فيها ايه فيها اكستريم لوفي يعني شخصيات الاكستريم ولو نزلت تحت لو نزلت تحت هتلاقي ايه هتلاقي الشخصيات الايه اللي سبق برضه stretches Yea flushtilme فهيا كان هنا الباكيتجات تعرف تجيب لك اي شخصية من الشخصيات فالشخصيات لما يجيلك طبعا بتبقىuc socialA Servat جيكي وهناك قد ان يكون في ثم صمع速 وسيتم بسيط من لا يowitz بعمل عمل اليناك و كان سيطور الشخصية هو وشخصية correcting كل شخصية 누가 cualquier شخصية اجد للك اخرى من 60 ال 100 بعمل ان اجد المسيط لنفط للتربع يبقى انا محتاج مثلا ان انا هتطور الشخصية من 60 ل 100 باستخدام الباكتجات شوف بقى تقسم 1200 على اية على المتين او انت يحتاج 6 مرات اتجي لك من الباكتجات ده ايه لمجرد التوضيح بس يبقى انا الاول ان انا اجيب الشخصية اللي عندي من الباكتجات ده بيساوي ايه بيساوي 200 طيب ايه تاني غير الباكتجات اللي هي طبعا المتجر المتجر بقى بينقسم لقسمين المتجر اللي بيجيب للشخصيات اللي استبق تمام? ده طبعا مفتوح للجميع والنقاط اللي بتجيبها من بتستخدمها في ان انت ايه? في ان انت تطور وتجيب الشخصيات دي. اما بالنسبة للشخصيات فلاقى المتجر بتاعها والمتجر ده بفلوس بقى يعني بتشتريه بتفتع وتعمل اشتراك شهري عشان ايه? عشان يبقى عندك امكانية ان انت تجيب بتاعة ايه? بتاع الشخصيات الباونتيفست. طب الشخصيات الاكستريم ما لهاش متجر بعد. يبقى يبقى الشخصيات او الشخصيات للسيبق اب اما اجيبها من المتجر بتاعها اما اجيبها ايه? من الباكيتجات. اما الشخصيات الاكستريم ما ينفعش تجيبها الا من الباكيتجات بس. طيب ازاي تاني يعني ايه طرق تانية عشان يجيب ايه دي انا? قلنا اول حاجة الباكيتجات ولو اتكرر هيتحول لربمائة اه اه اصدية تمام. وقلنا تانية حاجة لانك تجيب دي ايه من ايه من المتجر. تالت حاجة اللي هي ايه اللي هي من زي ما احنا شايفين بيجيب الايه? بيجيب بتاعة الشخصيات. طيب. اه ايه تاني? اهم حاجة بقى اللي هي اللي هي عندها امكانية لنطق لك ايه شخصية مهما كانت اللي هي بقى سواء ايه سواء كانت او سواء كانت او سواء كانت او سواء كانت او ايه الجوائر الصفرة اللي احنا عارفنا. اللي هي موجودة في المتجر بتاعها هنا اولا. اهيه معايا مية بتاعتها خمسين منها. عندي مسلا شانكس ده اكسريم ممكن احاوله بتاعت ايه? بتاعت شانكس واطوره. تمام. دي شخصية اللي هو ايه? اللي هو بيم بيك مان. ممكن او ساعة اجيب شخصية ايه? شخصية ستبقى بعادل يا زي جلدن ويك. تمام? فالكريستا دي بقى هي اللي اتحلك ان انت تعرف تجيب بتاعت اي شخصية مقام ما كانت بس لازم الشخصية تكون ايه? تكون عندك. يبقى بعد اصلا لما انت بتجيب الشخصية ويبقى قدامك النشوار بتاع ان انت تجيب الف ومتين فرجمس عشان توصلها ليفل مية. اه ربعمية عشان توصلها ليفل تمانين وتمانمية من تمانين لمية. يعني من ستين لتمانين وبعمية. ومن تمانين لمية تمام? اه الطريقة رأسية عشان تجيب الفرجمس ديان هي ايه? هي الكريستل ايه فرجمس او الجواهر الصفرة. طيب داي بالنسبة لعشان ايه? عشان نتكلم عن نوتة ديان. يعني انا عايز اعدي للتفكير ده شوية. اللي هو مش اي شخصية انت تشتغل عليها عشان تطورها ليفل مية باسرع ما يمكن. ليه? الشخصية اللي تستحق ان انت تطورها ليفل مية باسرع ما يمكن وتصب اهتمائك عليها هي الشخصيات الاكسريم. يبقى انا جاء للشخصية الاكسريم مرة من الباكت جاءة. طبعا صعب ان تجيلي مرة تانية يعني عشان تجيلك مرة تانية دي يبقى انت محظوظ جدا يعني يبقى جيتلي خلاص. تمام? دي المرحلة الاول. ازاي بقى طورها من ليفل ستين ليفل مية? الفكرة ببساطة في ان انت اصلا لما انت بيبقى عندك طموح وبتحوش جواهر عشان تجيب شخصية اكسريم. انت من قبلها تبقى ما تصرفش الجواهر الصفرة بتاعتك او الكريستل في رجمز بتاعتك. ليه? لان هي اصلا ما فيش اي شخصية عندك تستاهل الا لو شخصية الاكسريم. وانت عندك طموح ان انت تجيب شخصية اكسريم مسلا تنزل في معاد مهين. هتنزل بعد شهر. هتنزل بعد شهرية. يبقى تبدأ التحوش في الايه? في الجواهر الصفرة. افرض مسلا الاكسريم نزل وبقى معي ايه? وبقى معي ربعمية جواهرة صفرة. يبقى الاكسريم ام طوار على طول ليفل تمانين. من غير من غير اي حقاكة. ده لسه بدء جايلي يبقى ليفل ستين. اهم يستخدم ربعمية جواهرة. يقوم ايه? اهم يخلي ليفل تمانين. يبقى هي دين ايه? هي دين الفكرة. طيب. يبقى اول نقطة عشان اطور الشخصية. وطبعا انا قلت بقى مش ايه شخصية. الشخصية الاكسريم اللي انا مستنيه. ليه آآ ليفل مية بصورة. ان انا اصلا بقى محوش من قبلها ايه? جواهر صفرة. ما فيش ما فيش شخصيات تستحق انك تصرف على اصلا من جواهر صفرة. الا اكتر حاجة الاكسريم. بجد. تمام? طب ايه تاني? اول ما اجيب اهم اهدخل على سبيشيال ترينيج واقوم هستطر في سبيشيال ترينيج. وطبعا انا ابقى في ايليانس او ابقى في طاقم عشان ايه? عشان يجيب لي تشيرز زيان. بيزودني الفرجمنت لما هو بيوصل لعشرة كل يوم. تمام? طيب. اول ما اجيب واهم احطه برضو في الايه? في الاسبيشيال ترينيج واهم ايه? واهم يعني احصل على الجوار منه. على طول تمام? فهي دي انا فكرة ان انا ازاي اوصل الشخصيات لليفل ايه? لليفل مية بسرعة. ده بالنسبة للشخصيات الاكسريم يعني اهم حاجة. واللي اصلا اللي انت اصلا هي اللي مفاعلة مفروض تبعاست وصلها لليفل مية باسرع ممكن. لانها مثلا الشخصيات اللي بتنزل بتكتسح الليج. خصوصا شخصيات معاناة زي زي اول منازل زي فيلم اول منازل. كده بتكتسح الليج. فانت لو مجهز معك مسلا جوار صفرة. ستمائة جوارة صفرة من قبلها. توصلوا مسلا ايه? تقوم ووصلوا لليفل تمامين على طول. ليفل قصد خمسة وتمامين على طول. من غير مقال لسه انت بادئ كده. يا با دي اول نقطة. احطي نافذ معي. طيب. افرض نيجي للايه للشخصيات البعضة اللي هي الشخصيات الشخصيات البوينتي فيست او الشخصيات اللي اسريب اصلا عموما احنا عارفين النصيحة اللي انا نصحتها قبل كده. اللي هو انت اصلا المفروض لان تصرف الجواري بتاعتك من صرفاش الا على الشخصيات الاكسريم. تفضل تحوش في الجوار زي ما محاوش كده. تنزل شخصية اكسريمية. معك جواري تجيب المضمون تووم جابش الشخصية الاكسريم. الطانية لا تصرفش فيه عشان تعرف تحوش ايه المضمون بتاع اكسريم معين. طيب وانت بقى بتجيب الاكسريم دوا يعني وخصوصا انه حظك حلو. انت هيجيلك اصلا من الشخصيات التانية. يعني انت ممكن يجيلك شخصيات من الشخصيات تلت اربع مرات عادي. وده لما الشخصيات جيلك من الباكتجات مثلا اربع مرات كل مرة بمتين تونمائة مرة الشخصيات التورق في مفيش. طب هل ده في الباكتجات بتاعتها هي لا. في الباكتجات بتاعت الاكسريم بقى هي تيدي اللي يجيليك على طول منطق. ما قاد بتصرف smells خمسين مسلا في خمسين في خمس او ايا كانت الباكتجات بتاعت الكسريم. مو قاعد يجيلك مثلا شخصيات كذا شخصيات كذا شخصيات كذا كل شخصيات بمتين فرجم عند ي exactedات بمعارا مرة تطور ايه بسرعة. دي النقطة دي النقطة النقطة الثالثة اللي هو الشخصيات او الشخصيات الاستبقاء فالمتجر بتاهم موجود تشتري ايه تشتريهم كل يوم لو انت مثلا شخصية ايه شخصية انت عايز تركز على ان انت تطورها طبعا الكريستال فراجمس طيب الكريستال فراجمس بتيجي بتيجي ازاي ام يعني ده طبعا انا كده اتكلمت عن ازاي تطور الشخصية الليفل مية باسرع ما يمكن يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن اسرع ما يمكن ازاي انا شايف ان ده الاسلوب اللي انت المفروض تتبعه ان انت بتبقى محاوش اصلا الجار الصفرة دي انا قبل ما اجيب لك سي فتجيبه مثلا تخلي لفل 8 على طوق من غير ما تعمل ايه لسه بادئ كده تمام طيب الجوائر الصفرة بابا اجيبه ازاي ايه المصادر بتاعت الجوائر الصفرة طبعا اول حاجة الايفنت يعني ده ايفنت هو الجوائر الصفرة بتاعته بتبقى موجودة ايه في الجوائز بتاعت الايفنت ولو انت عندك امكانية ان انت تشتري الباس يعني اللي هي ده ايه برشي زيان لو انت عندك امكانية ان انت تشتريها هتساعدك كتير اوين يعني مش في الكريستال فراجميس بس زي احنا شايفين انا خمستاشر اوان هنا اشرا اوان هنا خمستاشر برد اوين وحاجات طبعا جايز تانية كتير تمام فلو عندك امكانية ده طبعا هيسرع انه يجيب لك كريستال فراجميس او جار الصفرة اسرع بكتير وبالتالي هي انت ايه ان انت انت تطور الشخصيات اسرع بس ده لو عندك امكانية. دي ده المصدر. المصدر التاني طبعا في الموسم. الجواز بتاعت ايه? الجواز بتاعت الموسم. زي ما احنا شايفين اقول عندي خمسين لما الموسم يخلص هيجيل الخمسين دولار طالما انا ايه? انا في ليج اس اس. طب طيب. هل في حاجة تانية اقول لك اهو في حاجة تانية. ازاي? في باكتجاب بتنزل بتبقى بتجيب ايه? بتبقى بتجيب جوهر صفرة. الباكتجاب دي معروفة كده. ان انت بتصرف مية خمسين جوهرة. اجيل خمسين سبقى خمسين يجبولي امتين وخمسين. عندي استعداد اصرفها. اجيلي طبعا شخصيات الشخصيات الموجودة في الباكتجاب. دي طريقة ايه? طريقة تانية ان انت تجيب الجوار الصرف الاسرع وبالتالي ايه? وبالتالي اطور الشخصيات اللي انت عايزها اسرع وتوصل الليفل مية باسرع ما يمكن. فبس يعني اعتبر ده اللي انا عايز اقوله بالنسبة لازاي تطور الشخصيات آآ لليفل مية باسرع ما ممكن. وهو ادوان كان فيديو النهاردة. لو اعجبك الفيديو انتسى اعمل لايك واشتري في القناة عشان يوصل لكم لجديد. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.